مبسوطة إن إحنا زهيمنا في ده ومبسوطة الناس بدأت تقول إنه في وعي نفسي ومفاوض إن إحنا يبقى عندنا ده كترة نفسيين ومفاوض إن إحنا يبقى عندنا علاج نفسي وما نتكسفش ونقول وإنه يمكن يكون الأجيال اللي جاية مش حتى أجيالنا إحنا بس الأجيال اللي جاية محتاجة أكتر لأنها يعني متعرضة لحاجات إحنا إحنا ممكن يكون ما تعرضناش للنص إنتوا تعرضتوا ليا حبيبي والله وحتى على السوشيل ميديا فيعني مبسوطة والله العظيمة إن إنتوا تكونوا بدأتوا تفهموا إنه المرض النفسي ده مش عيب يمكن يعني جيل نحن والجيل اللي قبلنا والجيل اللي قبل قبلنا كان بيرفضوا إنتوا اللي جايين تغيروا اللي هو الجيل اللي جاي حتى لو كنت بتكتب إلنا قصة أنا مبسوطة منك يا رضو مبسوطة أن إنت كتبت كده وأي حد حاسس بأي حاجة حتى لو كانت نفسية أو مشكلة بتدايقه أو حاجة حصلت ومش عارف يحلها إزاي إحنا موجودين هنا في قصة حقيقية بشكركم جداً وهستنكوا في حلقة جديدة وتكون حقيقية وقصة حقيقية